عزائي التلاميين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسردني أن ألتقي بكم مرة أخرى من أجل استمارية الدروس التي واضبنا على مواكبتها قيلة الثلاث أشهر الماضية ويسردني أيضا أن أقول لكم بأن هذه ليست عطلة وإنما هي فترة استثنائية من أجل الاحتراز ومن أجل إبعاد الدرر نسأل الله العلي القدير أن يرفع عن البلاء وأن يضف بنا في مقاديره نعود الآن إلى الدرس درسنا اليوم هو الفعل المضاري المنصوب والجملة المؤولة وهذا الدرس كنا قرأيناه في الأسبوع الماضي بحيث ارتأيت أن بعض التلاميذ لم يتمكنوا من استيئابه بكامله لذلك ارتأيت أن ويده مرسا أخرى حتى يتمكن الجميع من استيئابه مثلا لدينا الفعل المضارع المرفوع الفعل المضارع المرفوع الأصل فيه الرفع الفعل المضارع أولا الأصل فيه الرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازب مثلا أقول أنا أخرج ضرقوننا مع الضم أنا أخرج إلى الغابة أنا أحفظ دروسي هو يركبه ضرقون دائما هنا الضم علامة الرفع هي الضم مثلا عندنا هنا ترسماني هذا الفعل مرفوع بتبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ونحن كنا قد رأينا داخل المسمة ما معناه الأفعال الخمسة أنتي تلعنينا أيضا مرفوع بتبوت النون أنتم تعبرون أيضا هذا الفعل مرفوع بتبوت النون الآن سنرى كيف أن الفعل المضارع سيصبح فعلا منصوبا بعد أن كان فعلا منصوبا الفعل المضارع المنصوب الفعل المضارع تتغير حركة آخر حرف فيها إذا سمع بأحد حروف النصب أحد حروف النصب مثلا أن نقول يسرني أن أخرجا يسيدني أن أحفظا إذا فحركة الحرف الأخير تغيرت بعد أن سبق هذا الفعل بحرف نصب نقول مثلا هنا في أسرع كي أركبا أسرع كي أركبا هنا نقول لك يسرني أن ترسم لاحظوا ما يجي إلى هنا حرفة النون لأن الفعل المضارع أو أحد الأفعال الخمسة ترفع وبتبوت النون وتنصب في حرفها كما كنا نرى دائما داخل القسم أنتما ترسم يسرني أن ترسم أيضا يعجبني أنت الأبي حدفت هنا النون حدفت النون في أنت الأبي أيضا في الجملة التالية أو تالية أسرع كي تعبروا أيضا هذا الفعل نصب بحدف النون لأنه من الأفعال الخمسة انتبهوا جيدا إذا ضحكتم الفرقة بين الفعل المضارع المعفوع والفعل المضارع المنصوب وأيضا اليوم سنصرف على المصدر المؤول يمكن استخلاص المصدر المؤول بسهولة من المضارع المنصوب أي من أن والفعل نقول المصدر المؤول من أن والفعل مثلا يسرني أن أخرج الخروج وجوب يسرني الخروج وجوب يسرني أن أحفظ يسرني حفظ يسرني حفظ يسرني حفظ مثلا السيد أسرع كي أركب أسرع لي لركوبي هذا هو المصدر المؤول أي أجدنا نحول تنفيذ النظارع إلى اسم أسرع لركوب الدراجة يسرني أن ترسم هنا بمعنى بما أن الفعل مصرف في ضبير أنتما فإني سأضيف كلام الخروج إلى المصدر المؤول مثلا أقول يسرني رسمكما يسرني رسمكما يعجبني أن تلعبي يعجب بما أن أيضا الفعل موجه إلى المخابرة فلذلك سأضيف كاف الخباب يسرني لائبك يسرني لائبك أيضا هنا أقول أسرع كي تشعبر الشارع أقول أسرع لعبوري أسرع لعبوري أسرع لعبوري فهو ليس بالصار إننا هو درس سهل كما رأيتم معنى أن الفعل المدارع إذا لن يصبح أن يناصب فهو مرفوع وإذا صدقه أحد هو مصر أن لن حيل فإنه يصبح فعلا منصوبا ونستخلص منه المصدر المؤول على هذا الشكل بمعنى أن الفعل يصبح عبارة عن اسم نستنتج إذا القائد هنا الأصل في الفعل المدارع هو الرفع الأصل في الفعل المدارع هو الرفع بمعنى أن الفعل المدارع دائما مرفوع الرسل ينصب الفعل المدارع إذا صدقته أداة من أدوات نصبي يصار المصدر المؤول من أن والفعل أو من كي والفعل عزاء التلاميين أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس واستوعبتموه أتمنى أيضاً ألا تعملوا القراءة ألا تعملوا القرآن ألا تعملوا أي تمادة أوصيكم باستعمال الزمن يجب أن نراجع دروسنا حسب استعمال الزمن بمعنى أخطار لكل مادة نصف ساءة حسب حسب مكانتها في استعمال الزمن وأن لا تعملوا دروسكم حتى نعود إلى المدرسة إن شاء الله ونكون لم نضيع أي تحصة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر